بيبك أن يقع يا راجل لا إله إلا الله محمد رسول الله قسم يا راجل يبقسمنا يا راجل يا راجل في مناطق ما فيها السكان بالكلام شاء فيها بلديات يا راجل فرق بين الأخ وخوه وهذا كله نحن عارفين شن يعني الكلام هذا الآن وضعيتنا راه الآن نحن راه بصدق العمل في الله سبحانه وتعالى وفي الجيش باش يكونوا معاك صادق الأمل في الله وفي الجيش عرضت لله أنه هو اللي يصبين في هذا الموضوع حظاي ويحسمنا الموضوع متاعه رأينا نحن عانينا يا أستاذ حسام الكفرة من 2011 يتعاني لعنتها اللحظة هذه لعنتها اللحظة الناس قاعدة في الثغور لعنتها اللحظة ما فيش البلدية الكفرة عدد سكانها ستين ألف الآن عندي مئة وعشرين ألف يا راجل الآن عندي الهجرة الشرعية في التغيير الفوتوغرافي الآن بشكل ما تخيلاش مركز الهجرة الشرعية أربعمية وخمسين يومي الآن فيه عرضت لله الآن فيه وضع يعني خطير كلمنا انتقلنا لقدرنا مرسلاتنا بلدية مستشفيات ما تقدرش تغطي تمويل ما فيش لا من من كل الحكومات ما فيش مستشفيات عاجزة أنا تغطي ستين ألف يا بال عندي ستين ألف موجودين في الكفرة ما مش ليبيين اطلاقا بالكل وقاعدين سكنين وحسابهم على الكفرة كلها تعرف يا أستاذ مسعود مغرر مغاطع عن نئاس وعلى مخطاعته ملف واحد بس ملف واحد من اللي حذرتك ذكرته كافيل بإسقاط الدبيبة وحكومته مش اليوم ماشي بيدير طريق بين مصراته وأقاديس وما نعرفش انت بتدير طريق بتسهل على المشروع المملكة الصحراوية ملا باش يبدأ سهل يوصل للشمال مخطط كبير يا أستاذ حسام طيب طيب يا أستاذ حسام معلش دقيقة رأوا مخطط كبير مخطط كبير وهو ينفذ فيه هو رأوا مخطط كبير يعني توا أهل الكفرة يشكوا من الأساسيات ما عندهمش وانت بتدي لي طريق من مصراته الأقاديس بالله توا طريق من مصراته الأقاديس تمر عن تبنيه لا فيش طريق في الكفرة ولا مطار لا فيه طريق ولا فيه مطار يا أستاذ حسام لا فيه طريق في الكفرة ولا فيه مطار حتى المطار ما فيش العلمك طيارة وحيدة من القوات المسلحة تنقل في الناس ما فيش مطار